الساعة ثلاثة العصر ايمان راجعة من شغلها فوقتها الطبيعي علشان تدخل البيت تلاقي والدتها مقتولة كل الادلة بتقول انها جريمة سرقة ولما شافوا الضحية اللي هي والدة ايمان قتلوها لكن الطب الشرعي كان له رأي تاني خالص في القضية دي تحديدا ان ضوافر الضحية اللي هي والدة ايمان كانت بتقول كلام تاني خالص الفين وستة في منطقة اسمها عزبة خير الله ايمان بتخرج الشغل الصبح الساعة تمانية عادي فوقتها الطبيعي وبعد ما بتخلص شغلها بترجع على البيت علشان تلاقي باب الشقة متوارب يعني كان حد سايب الباب مفتوح بشكل متعمل ايمان بتدخل البيت بتلاقي حالة هدوء مش طبيعية وده مش العادي بتاع والدتها ولا في تلفزيون شغال ولا في اي حركة بتحصل جوه البيت علشان تدخل قوضة النوم تلاقي دم كتير حوالين السرير وتفتح الغطة تلاقي والدتها ميتة ايمان جريت برا البيت بسرعة في حالة من الجنون علشان الجيران يتجمعوا ويبلغوا الشرطة والشرطة توصل ورجال المعمل الجنائي يبدأ عملهم جوه الشقة اول حاجة لقوها ان في عملية سرقة واضحة في كمية مشغولات دهابية كتير متاخدة من الشقة لكن الغريب ان عملية دخول الشقة ما فيهاش اي حاجة من مظاهر العنف يعني البيت مفتوح بشكل طبيعي وكأن اللي دخل كان حد معروف للعيلة او حد معروف لوالدة ايمان المعمل الجنائي رفع كل البصمات ورفع كل الادلة الجنائية اللي ممكن تكون موجودة في مصرح الجريمة وتبدأ الخطوة المهمة وهي ارسال جثة والدة ايمان للطب الشرعي والطب الشرعي بعد التشريح كتب في التقرير بتاعه الادي اولا ان الجثة اتعرضت لسبعتاشر طعنات ثانيا انه واضح من الطعنات ان فيها انتقام مش مجرد سرقة يعني اللي قتل الست دي كان بينتقم منها وان وارد بنسبة كبيرة ان تكون عملية السرقة اللي تمت لمجرد التمويه مش اكتر علشان الشرطة تتوقع ان دي مجرد جريمة سرقة وان الحرمية لما شافوا والدة ايمان قرروا ان هما يقتلوها لكن تعرضها لسبعتاشر طعنا والسبعتاشر طعنا دول واضح فيهم الغل والقراهية بقوة جدا كمان التقرير كان بيشمل النقطة التانية واللي تعتبر اهم نقطة ان اظافر والدة ايمان فيها بقايا انسجة بشرية وده معناه ان في نوع من انواع المقاومة حصل وان كانت والدة ايمان بتحاول تنقذ نفسها باي طريقة وانها احتكت مع الحرمية اللي دخلوا البيت وان حصل نوع من انواع الشجار بينهم قبل ما تتم عملية الاتل نرجع بقى لشهود العيان حوالين البيت اللي سكن فيه والدة ايمان رجال المباحث لما سألت شهود العيان هل في اي حركة غريبة حصلت حوالين البيت هل في اي اشخاص هم عارفينهم شافوهم في وقت حدوث الجريمة وكانت المفاجأة التالي اولا الشهود اثبته ان كان فيه خلافات قوية بين البنت الكبرى اللي هي اكبر من ايمان وبين والدتها وان والدتها دايما كان بتتهمها اتهامات مش كويسة وان في نفس التوقيت فيه صديق للعيلة عمره اكتر من خمسة وعشرين سنة بيتعامل بشكل مباشر مع العيلة دي اسمه فرح وكانت والدة ايمان دايما بتتهم اختهم الكبيرة بانها على علاقة مش كويسة مع فرح وان دايما والدة ايمان كانت بتتهم فرح انه بيحاول يعتدي عليها او بيحاول يسرقها وانها دايما كان بتتهمه ان انسان مش كويس لكن فرح دايما كان بيقول انها كانت بتتهمه دايما بالاتهمات البطلة دي علشان خاطر الالاقة اللي بينه وبين بنتها الكبيرة طبعا بعد ما رجال المباحث سمعوا شهود العيان اول حاجة عملوها راحوا منطقة منشية ناصر ودي المنطقة اللي بتسكن فيها بنتها الكبيرة وحاولوا يدوروا عليها ويدوروا على فرح لقوا بنتها الكبيرة موجودة لكنها انكرت اي حاجة او اي علاقة لها بالجريمة في نفس التوقيت رجال المباحث كانت بتدور على فرح اللي هو صديق العيلة من 25 سنة ولما قبضوا عليه وحاولوا يوجهوه بكل الاتهمات الموجهة ليه بانه متهم بشكل رئيسي فقتل الست دي انكر فرح في البداية كل الاتهمات الموجهة ليه لكن رجال المباحث لفت انتباههم التالي فيه اثار جروح واضحة جدا على وش فرح واثار الجروح دي بتقول ان كان فيه نوع من انواع المقاومة رجال المباحث طلبوا ان الطب الشرعي ياخد عينة من انسجة فرح علشان يطبقوها بعينة الانسجة اللي لقوها في اظافر مامة ايمان المتوفية والمفاجأة هي مطبقة الانسجة بالزبق بين اللي موجودة في اظافر والدة ايمان وبين الانسجة الفعلية اللي تم اخذ عينة منها من وجه فرح والمفاجأة التانية ان رجال المباحث لما عارضوا صورة فرح على شهود العيان في منطقة عزبة خيراله اكتر من شاهد عيان اكد ان هم شافوا فرح في نفس يوم الجريمة الساعة تسعة الصبح في المنطقة وكان ظاهر عليه علامات الارتباك لكن ما كانش حد ابدا متخيل ان ممكن يكون فرح هو اللي عمل كده بعد التحقيقات المكسفة والتهم فرح بشكل اساسي وعرض كل الادلة قدامه ان هو المتهم الرئيسي في القضية دي بدأت تظهر كل المفاجآت فرح فعلا هو اللي راح البيت الساعة تسعة الصبح وفعلا دخل الشقة بشكل طبيعي وبدون اي مقاومة لان والدة ايمان عارفة فرح كويس وهو كان رايح بنية ان يقتلها انتقاما منها لانها دايما كان بتتهمه باتهمات باطلة من وجهة نظره وانها كمان كان بتتهمه انه على علاقة ببنتها الكبيرة وان دايما كان ببنتها الكبيرة بتقوله انها مش عارفة تاخد اي حقوقها من الميراث او من الفلوس لان والدتها كانت بتعملها معاملة وحشة جدا فهنا تظهر المفاجآت والدة ايمان شافت فرح في البيت ففرح كان محضر معاه السكينة وبدأ فعلا يعتدي عليها وكأنه بينتقن وعلشان كده تفسير الطب الشرعي في التقرير ان السبعتاشر طعنة في جسد والدة ايمان واضح عليهم جدا فكرة الانتقام الجزء التاني انه بعد ما قتلها فتح الدولاب وسرق كمية الدهب الموجودة في الشقة ورمى شوية حاجات على الارض علشان يدي ايحاء للمباحث انها مجرد عملية سرقة المفاجآة الاكبر ان السبب الرئيسي ان فرح يتصرف كده ويعمل كده هي بنتها الكبيرة وان فرح اتهم بنتها الكبيرة ان هي اللي طلبت منه ان يروح البيت ويقتلها علشان تعرف تاخد حقها من الميراث بعد شهادة فرح تم القبض على الابنة الكبرى وتم مواجهتها بكل الاتهامات وللأسف اعترفت ان هي فعلا السبب الرئيسي في انها تطلب من فرح ان يروح البيت علشان يقتل والدتها ودي كانت الصدمة الكبيرة لاهالي المنطقة بكلهم لان محدش ابدا كمتخيل ان الورى جريمة الاتل هي بنتها الكبيرة الطب الشرعي في التقرير بتاعه اثبت من اول لحظة ان العملية بنسبة كبيرة مش عملية سرقة وانها عملية انتقام وان وجود الانسجة في اظافر والدة ايمان ساعدت بنسبة كبيرة على تأكيد الاتهام اتجاه فرح لانه تقرير الطب الشرعي من الصعب جدا ان يخطئ سلام عليكم